اشتركوا في القناة الى مدينة سبت المحتلة حيث ظهر وهو يبكي بحرقة ومعه موظف من الهلال الاحمر الاسباني تواسيه وتعانقه وخلف هذا الموقف ردود افعال متبينة حيث اشار العديد من المعلقين على الصور لان مثل هذه المشاهد هي التي تشجع الشباب المغاربي والافريقي بصفة عامة الى الرغبة في المغادرة الى الضفة الاوروبية فيما ان الحقيقة تؤكد ان الشاب الافريقي يبكي بحرقة لانه فقد صديقه الذي توفي غرقا قبل دخوله لمدينة سبت المحتلة ما جعل موظفة الهلال الاحمر الاسباني تحضنه وتواسيه بتلك الطريقة هذا ويذكر ان مدينة سبت المحتلة شهدت خلال اليومين الماضيين اجتياحا كبير لمهاجرين مغاربة واجانب نشكركم على حسن المتابعة الى اللقاء اشتركوا في القناة